مبارح مدينة الانتاج الاعلامي احتفلت بمرور 25 سنة على انشاءها وكم من الاعمال الدرامية المصرية اتصورت هنا في مدينة الانتاج الاعلامي ولما انشأت او كانت تفكير في مدينة الانتاج الاعلامي وانشأها من ربع قرن مضى كان الفكرة هو تكريس القوة النعمة المصرية ان يكون فيه في مصر مكان كمنارة في الشرق الاوسط يقدر من خلاله المبدع او الفنان ان هو يلاقي مكان يقدر ينتج عمله فيه سواء كان فيه للستوديوهات المقفولة او كان فيه اماكن التصوير المفتوحة وبالفعل طول 25 سنة ادرت مدينة الانتاج الاعلامي ان هي يكون لها مكان محترم ما بين اماكن صناعة السينما في الشرق الاوسط كله وفي افريقيا وبالتحديد كمان في شمال افريقيا حتى الان لازالت هذه البصمة موجودة وتحسب لمدينة الانتاج الاعلامي وللقائمين على مدينة الانتاج الاعلامي منذ التفكير فيها وانشأها قبل 25 سنة وقبل 25 سنة وحتى اليوم برحب بنقيب المان التمثيلية دكتور اشرف زكي دكتور اشرف مزال خير ازاي حضرتك مزال خير يا فندم اهلا بسياتك اهلا بسياتك مزال دكتور اشرف فكرة القوة النعمة المصرية وان مدينة الانتاج في القلب منها شافنا زي اتحقق فيه 25 سنة الفترة احنا فخورين ان بلدنا فيها مدينة الانتاج الاعلامي هذا الصرح العظيم هذا الهرم الرابع سامعني حضرتك ايو فندم مايك اللي احنا يعني لو لمدينة الانتاج الاعلامي اعتقد كنا هنبقى في مشكلة كبيرة لكن مدينة الانتاج الاعلامي استطاعت ان تحقق يعني الاحداث من صنوع الدراما وصنوع الافلام وصنوع الاعمال الفنية ان احنا بقى عندنا هذا الصرح العظيم اللي كلنا شاهدين على ميلاده وكلنا شاركنا في العديد من المسلسلات الهامة جدا 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 كانت فيه احضان مدينة الانتاج الاعلامي حقيقي حقيقي شايف ازاي تطورها كمان بالنسبة لكم كصنوع صينما او صنوع دراما انا اشتغلت في مدينة الانتاج الاعلامي وهي لسه بالطوب لحظة زي ما بيقولوا واشهد على ان كانت يعني اولا بشكر وكل صاحب الفكرة وكل القائمين عليها وكل من حافظ على هذه المكانة اه التطور كان سريع جدا من كان فيه حية وحيين شوية بقى فيه العديد من الاحياء العديد من الستجار النهاردة كل الفضائيات في حض المدينة الانتاج الاعلامي من عرض الحي الريفي والذكرياتنا فيه الحي الاسلامي زفتة الجاردن سيتي حي السندرية لا 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 ده يعني احنا ما فيش معطقتش فيه في العالم كله العربي مدينة الانتاج زي المدينة الانتاج الاعلامي اللي عندنا اللي تليخ بمكانة مصر كهليود للشرق اكيد اكيد ان شاء الله دايما في تقدم وظهار بشكر شكرا جزيلا دكتور اشرف زكي نقيب المادة التمثيلية شكرا جزيلا لحضرتك